أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن إقامة مراكز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ وسلامة العامة بالمحافظات يأتي تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي وخلال الافتتاح والتشغيل التجريبي لمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ وسلامة العامة بمحافظة القاهرة شدد مدبولي على أنها منظومة واحدة تشارك فيها كافة أجهزة الدولة باستقدام جميع الإمكانات المتاحة ووسائل التواصل الحديثة للتدخل السريع أثناء حدوث الأزمات وذلك للمساعدة في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين وأوضح مدبولي أن مراكز الطوارئ تربط مختلف عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات متخصصة باستخدام تكنولوجيا للتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح 13 مركزا للتحكم والسيطرة على مستوى الجمهورية وأكد مدبولي أن تلك المراكز تأتي في إطار دعم قطة التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030